قبل الإجابة ربما على هذا السؤال نقطتان فقط النقطة الأولى بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي أهم ما فيه ما حدث اليوم هو رسالة واضحة لسكان غزة الشخص الذي جلب الكارثة على قطاع غزة والذي بسبب أفعاله القاتلة تعانون انتهى هذه الجملة الأساسية حان الوقت للخروج وتحرير المختطفين ورفع الأيدي والاستسلام دعوة من وزير الدفاع الإسرائيلي لأهالي غزة وتحديدا لمن يأسرون المحتجزين الإسرائيليين بالاستسلام هذه بالنسبة لوزير الدفاع أيضا هناك بيان قبل قليل من أن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن زيارة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إلى المبنى الذي تم فيه قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هذه النقطة النقطة الثانية عمليا منذ أكثر من ساعتين وقبل أن يكون هناك أي تأكيد من أي طرف عن موضوع اغتيال يحيى السنوار النقاش في إسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات المركزية يتمحور يتعاطى مع اغتيال السنوار كأمر مفهوم ضمنا وما هي الخطوة النقاش الدائري هي حول ما هي الخطوة القادمة التي يجب على إسرائيل أن تكون بها هناك ضغوطات هناك في الرأي العام الإسرائيلي هناك توجهات في الرأي العام الإسرائيلي بأن على نتانياهو فورا أن يحاول الوصول إلى صفقة التبادل وإطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بناء على بعض التسريبات التي خرجت قبل كليل نتانياهو بالفعل سيتطرق إلى هذا الموضوع ولكن في إسرائيل هناك من يذكر بأن نتانياهو الذي قدم اقتراح سابع والعشرين من أيار الماضي والذي تراجع عنه في السابع والعشرين من تموز الماضي ما زال يعتمد على نفس الاعتلاف الحاكم وبالتالي هناك من يقول في إسرائيل أن هذه اللحظة كما قالت الزميلة هبا هي لحظة تاريخية ليس فقط في موضوع المختطفين الإسرائيليين وإنما لإنهاء موضوع الحرب مع تصور مستقبلي ولكن في نفس الوقت هناك من يقول أن الاعتلاف الذي منع نتانياهو خلال الفترة القادمة من قبول أو من الذعاب إلى صفقة وإلى تسوية إقليمية ما زال في هذه الكنيسة ما زال على حاله بل وأضيف إليه أيضا وزير أو رئيس حزب اليمين الرسمي جدعون ساعر والذي يعتبر في إسرائيل يميني بدرجة لا تقل عن إتمار بنكفير وعن بتسلئيل اسموتريتش وبالتالي السؤال المطروح حاليا هو يتعلق بماذا سيكرر الرئيس الحكومة الإسرائيلي القيام به كخطوة قادمة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهل ستستطيع أو هل سيستطيع تواجئ تجاوز ائتلافيه الحاكم وربما القيام بالفعل بنوع من الصفقة التبادل وأيضا خطوة باتجاه ترتيب الوضع في قطع غزة بشكل استراتيجي في مرحلة ما بعد الحرب محمد دراغم في رامالله ربما يعني الحديث عن تأكيدات حركة حماس دوما يعني بعدما حدث قبل تقريبا شهرين من الآن عندما تم اغتيال إسماعيل هنية في طهران كان هناك ملامح قد ظهرت لكيفية تعامل الحركة مع مثل هذه الاغتيالات أو مثل هذا الفقد عندما يتم فقدان قائد كبير في الحركة إلى أي مدى هناك أسماء اليوم يتم الحديث بأنها ستأخذ زمام الأمور إلى حين أن تتضح الأمور بشكل جليل نعم حركة حماس تعمل في ظروف حرب إذن في ظروف فيها كثير من الطوارئ بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق ومن قبله اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري عملت حماس على عقد اجتماع بمن حضر عادة في الظروف العادية تعقد اجتماع لمجلس الشورى كاملاً وأعضاء المكتب السياسي يحضرونه كاملاً لكن في ظروف الحرب بالتأكيد تعمل وفق مبدأ الطوارئ فيعقدون اجتماع لمن يتوفر من أعضاء مجلس الشورى والمكتب السياسي في الخارج ويدرسون اللوائح ويقررون المسار بعد اغتيال هنية ذهبوا إلى غزة لأن غزة هي الثقل الأكبر للحركة وهي تخوض الحرب وفي يدها مفاتيح الحرب والسلام لهذا السبب ذهبوا إليها وجاء الرأي من قطاع غزة بأنهم يرشحون يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي في غزة لتولي رئاسة المكتب السياسي المركزي لكن اليوم بالتأكيد بعد اغتيال السنوار ليس من المتوقع أن يذهبوا إلى غزة خصوصا أن غزة تعيش حالة حرب مفتوحة لا يوجد اجتماعات لا يوجد قيادة مركزية سياسية يوجد بالتأكيد عدد من القادة العسكريين لكن القادة السياسيين باغتيال السنوار وبوجود نائبه الدكتور خليل حيا في الخارج وباغتيال أيضا أحد مساعديه روحي مشتهى معظم القيادات السياسية إما اغتيلت أو أنها في الخارج لهذا السبب ستجتمع في الغالب من يتواجد من قادة الحركة في الدوحة وفي اسطنبول كان عدد منهم في بيروت لكنهم مؤخرا انتقلوا إلى الدوحة سيجتمعون وسيقررون يتحدثون عن عدة سيناريوهات السيناريو المرجح هو أن رئيس مجلس الشورى سيد محمد اسمحي أن أقاطعك سأعود إليك هذه صور متداولة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرتسي هليفي وهو في نفس الموقع الذي اغتالت فيه إسرائيل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حركة حماس في قطاع غزة قبل تعييني رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس هذا رئيس الأركان الإسرائيلي وهو في الموقع الذي تقول إسرائيل بأن اغتالت فيه يحيى السنوار ربما هذا ما يؤكد بأن عملية الاغتيال حدثت أمس كما تقول بعض الأخبار والمصادر ومن ثم كانت هناك عملية التحقق وعملية زيارة الموقع وكل هذه التفاصيل وهذا ما يؤكد ما تحدث به مراسل الشرق قاسم الخطيب وأيضا محمد دراغمة بأن إسرائيل كانت على علم بأنها بالفعل اغتالت يحيى السنوار لذلك بدأت الأخبار المتداولة تظهر بشكل أو بآخر منذ ساعات متأخرة من مساء اليوم هذه الزيارة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي لموقع والمكان الذي حصلت فيه المواجهة ما بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين الذين لا يعرف حقيقة إلى الآن كم هو عددهم ولكن كان من بينهم يحيى السنوار رئيس حركة حماس وبعد ذلك جاء إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي ثم جاء بيان الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عنه قاسم الخطيب ثم جاءت الأخبار بأن وزير الدفاع الأمريكي تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بشأن هذه العملية عملية الإغتيال نعود ونذكر بأن هذه اللقطات لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية وهو في نفس الموقع الذي تقول إسرائيل بأنها اغتالت فيه يحيى السنوار قاسم حاليا الأجواء في إسرائيل تكون أو تفيد بالتالي الموضوع موضوع اغتيال يحيى السنوار قد تم هو من وراء إسرائيل حاليا النقاش يعود ربما إلى الشارع وإلى طاولة الحكومة في إسرائيل كيف يجب على إسرائيل أن تستمر لا أحد في إسرائيل بناء على التصريحات التي سمعناها خلال الساعات الأخيرة يعتقد أن حركة حماس ستختفي هناك قناعة أن هناك قيادة بديلة ستأتي ولكن حاليا هناك في إسرائيل نقاش كالتالي إذا كان نيتانياهو يبحث عن صورة انتصار فقد حصل عليها من خلال الصور التي عرضتمها قبل قليل وبالتالي من المفروض أن تكون هناك نقلة حاليا في كل ما يتعلق بالتصور الإسرائيلي لمرحلة ما بعد اغتيال الصنوار أو ربما لمرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة من المفترض بناء على ما يتم الآن من نقاش داخل إسرائيل أن يقوم نيتانياهو بخطوات باتجاه تحقيق صفقة قبل قليل أيضاً كان هناك كان هناك بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحدثوا كالتالي يعتبر مقتل الصنوار خطوة مهمة جداً على الطريق نحو النصر الحقيقي على حد تعبيرهم الذي لن يتحقق إلا بعودة الرهائن المئة وواحد لأكثر من عام فشلت الحكومة الإسرائيلية في استغلال الإنجازات الأمنية غير المسبوكة في القتال في غزة لصالح تحرير الرهائن الآن ينبغي على القيادة الإسرائيلية وفي مقدمتها رئيس الوزراء أن توجه فريق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم على الفور لا يوجد ولن يكون هناك نصر كامل بدون تحرير جميع الرهائن المئة وواحد هذا عمليا هو الاتجاه السائل في إسرائيل منذ أكثر من ساعتين في هذا الموضوع